خلونا نروح لهالا ونتعرف منها على آخر أخبار التقص والمرور في عموم المحافظات يا هالا صباح الخير صباح الخير يا شازلي صباح الخير جمانه صباح الخير على كل اللي بيشوفونا هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة مفصلة عن أحوال المرور عشان الناس بدأت تنزل دلوقتي في مناطق مختلفة من مصر وطبعا هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة تحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كسفات مرورية وتباطئ لحركة السيارات أعلى الكبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصل معلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة ناصر شارع رمسيس أيضا بيشهد كسفات مرورية بس هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه للموانسين عليه بعض الكسفات المرورية أما شارع بور سعيد من نازلة كبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة فيه كمان كسفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأميرية والكرنيش من المظلات إلى وسط البلد فيه كسفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه للمؤسسة ففيه سيولة مرورية مع عدة بعض الكسفات عند المظلات هنستكمل جولتنا دلوقتي مع حضراتكم ونروح لمحافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحولات اللي اتعملت أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل ده طبعا فتح الطريق خفف الضغط عن المهندسين ومحور صفت من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر هيشهد سيولة مرورية ولكن المتجه للمهندسين فيه بعض الكسفات المعتادة قبل طلعت الدائري ومدان لبنان والغاية نادي الزمالك لو كمنا لكوبري 15 مايو فيه كسفات بسبب أعمال توساعة الطريق شرع الهرم بيشهد كسفات مرورية وبعض الكسفات بتزيد مع ساعات الزروة كمان باقي شرع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات فيه كسفات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وفي شرع فيصل فيه كسفات مرورية بس بتبدأ من محطة المريوطية ولكنها مكملة لحد كوبري فيصل كمان بتظهر بعض الكسفات في شارع السودان والغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابا أما محور صفت ففيه كسفات مرورية بس بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة نروح لمحافظة الأسكندرية فيه كسفات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش وكسفات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسفات مرورية ولكنها متحركة وحنكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كسفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسفات مرورية كمان أيضا فيه كسفات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكسفات المرورية